ودنا نحكي على موضوع السعي إلى المتعة هل هو فخ؟ والله عند ناس كثير هو فخ بل فخ كبير ويعطي نتائج عكسية كثير من الناس يسعي للمتعة ليش؟ بهدف الحصول على السعادة ولكن إذا وقع في هذا الفخ لن يحصل على السعادة بالأسف سيحصل على التعاسى وأنا أعطيك قصة بسيطة صارت لي أنا قبل فترة قبل عدة سنوات وظفت في مكان في جدة أو كان المكتب يطلع على البحر في مبنى كبير والمنظر رائع جدا فأول أيام أنا كنت مبهور بهذا المنظر كني ما أنتجتي كل أيامين بس قاعد أشوف هذا المنظر والموج والبحر فيو رائع جدا لكن أنا اجتمرت معهم ثلاث سنوات هل تتوقع أني كل الثلاث سنوات هذه وأنا مبهور ومستعجب من هذا المنظر يعني عاجبني مستمتع فيه؟ أكيد لا بعد أسابيع قليلة صرت أداوم وأطلع وما فتحت استارة اللي تطلع على البحر ليه؟ سؤال وجيه ليه؟ تعودت عليه وممكن أن تتذكر أي فرح صار في حياتك مناسبة، مكسب، رزقت بمولود فوز المنتخب على الأرجنتين كلنا فرح نابه كم استمرت السعادة؟ وقتها بتطير من فرح مستمتع جداً خبر حلو فرحانك ترقص مفرح تقلت ترقص طول عمرك عشان منتخب فاز على أرجنتين؟ لا، بعد فترة بتنزل مستوى السعادة عندك إلى أن يصير نفس قبلها تقريباً وسؤالك وجيه ليش؟ هناك صفة عند الإنسان اسمها التكيف أو بالعامية التعود أو وردت أيضاً في كتب العلم الألف على النعم نحن نتعود على الشيء الذي يسعدنا فلا يعود يسعدنا فالفخر الكبير هنا أن البعض يسعي إلى هذه المتعة يعتقد أنها هي السعادة فمهما أخذ منها سيشبع منها أو يتعود عليها وينزل فإذا هو ينظر إلى أن السعادة هي المتعة ما يسوي وقتها؟ يسعى أكثر دعنا نفترض أنه حصل على الأكثر يتعود عليه ينزل مستوى السعادة ويرى أن السعادة هي المتعة وما يصير؟ يسعى أكثر وهكذا ويصير في هذه الدوامة تسمى دوامة المتعة أو طاحونة المتعة وهي شيء يدور مكانه يسعدك شوية طيب